إن الحمد لله نحمده ونستعن به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم خلق فسوى قدر فهدى أخرج المرعى سبحانه سبحانه منزه عن النقائص كلها متصف بكل كمال كل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانك سبحانك معبذناك حق عبادتك سبحانك سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سل الواحة الخضراء والماجاريا وهذه الصحار والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله أإله مع الله لا إله إن الله وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيما وقائدنا محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي في ذاك وكل ما ملكت يدي إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن خير مؤيدي ما حرفت أو غيرت كلماته شلت يد الجاني وشاه المعتدي وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي قد لامني فيه الكفور ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي يا رب صل على الحبيب محمدي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين إخوتي وأحبتي في الله صيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابي فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم جدد إيمانك وأنا اليوم على موعد مع الصلاة لماذا الصلاة لماذا أيها الأحباب الكرام لماذا الصلاة الله سبحانه وتعالى فرض علينا خمس صلوات في اليوم وفي الليل أيها الأحباب الكرام هذه الصلوات لماذا نتحدث عنها بالتفصيل أيها الأحباب الكرام إن الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة ليرحمنا سبحانه وتعالى ليرفعنا بها الدرجات ليكفر الله عنا بها السيئات ليخسلك من زنوبك وخطاياك أخي الحبيب فالصلاة لها فائدة كبيرة وعظيمة ولذلك الناس في غفلة عنها والشيطان يحاول بشتى الطرق أن يصرفك عن الصلاة لذلك تجد أعدادا كبيرة قد انصرفت عن الصلاة ولا يصلون لله سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام الصلاة لماذا أولا لابد أن تسأل نفسك هذا السؤال لكي تصل إلى الحقيقة لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى لماذا خلقنا في هذه الحياة الدنيا أخلق الإنسان ليأكل أو ليشرب أو ليتمتع كلا فإن البهائم يقلون وإن الدواب يتناسلون ويتكثرون وإن كان السبب الذي خلق من أجل الإنسان هي الشهوة وهي اللزة فإن البهائم كالإنسان تماما لذلك قال تعالى أن الإنسان ليس كالبهائم قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم فليس أصحاب طعام ولا شراب وليس كالبهائم أيها الأحباب الكرام إذن لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى يوضح الله لنا الحقيقة فيقول سبحانه وتعالى وما خلقة الجن والإنس إلا ليعبدون يبقى لماذا خلقنا من أجل عبادة الله من أجل الصلاة أيها الأحباب الكرام لذلك أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن صلاته أول شيء هيتحسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة تصور الواحد لو راح ربنا من غير صلاة هيسأل عن أي شيء إذا كانت الصلاة ما في الصلاة إبقى كيف سيرحمك الله سبحانه وتعالى فالصلاة رحمة إذا أردت أن ترحم نفسك فصل لله عز وجل لذلك أيها الأحباب الكرام أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن صلاته فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله الصلاة هي الأهم أهم شيء لذلك حينما تسمع قول المؤذن حينما يؤذن حي على الصلاة اترك ما في يدك واذهب إلى الصلاة ليه؟ لأن فيها الفلاح وفيها النجاح وفيها النجاة يوم القيامة من عذاب وبطش الله سبحانه وتعالى لذلك يصف لنا الله سبحانه وتعالى عبد من العبيد عاش في الدنيا لا يعبد الله ولا يصلي لله ولم يصلي لله ركعة ذهب إلى الله عز وجل سفر اليدين هكذا كان وصفه في القرآن قال تعالى كلا إذا بلغت الطراق يا وقيل من؟ راك وظن أنه الفراق والتفت الساك بالساك المغسل غسله ولف الرجل اللي عليمين على الشمال وربط والتفت الساك بالساك إلى ربك يومئذ المساق إنت رايح فين؟ رايح لله سبحانه وتعالى إلى ربك يومئذ المساك طب كشف حسابه كان بيعمل إيه في الدنيا؟ كان بيعبد ربنا؟ لا ما كانش بيعبد ربنا كان بيصلي؟ لا ما كانش بيصلي قال تعالى كلا إذا بلغت الطراق يا وقيل من راك وظن أنه الفراق والتفت الساك بالساك إلى ربك يومئذ المساك كشف حسابه إلى ربك يومئذ المساك فلا صدق ولا صلى لصلى لله ركعة ولم يصلي لله ولا ركعة فذهب إلى الله عز وجل سفر اليدين إذن كذلك الله سبحانه وتعالى يصف لنا موقف أيضا لرجل لم يصلي في هذه الحياة الدنيا فذهب به إلى السعير ذهب إلى نوع من أنواع النار والعياذ بالله ألا وهي السعير وهي فيها نار تلزة لا يصلها إلا الأشق والعياذ بالله هذه النار أيها الأحباب الكرام فيها رجل لم يصلي لله ركعة ولذلك تسأله الملائكة ما سلاككم في سقر نوع من أنواع النار أيضا اسمها سقر ما سلاككم في سقر إيه اللي جابك سقر هنا في النار ما سلاككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ما كناش بنصلي في الدنيا علمتم أيها الأحباب الكرام علمتم الذي لا يصلي إلى أين يذهب إلى هما سلاككم في سقر إلى سقر التي لا تبكي ولا تزر من أجل ذلك أيها الأحباب الكرام علينا أن نتقل لها في الصلاة وأن نصلي ماذا بعد ذلك؟ بعد أن أوضح الله لك هذا الذي خرج من الدنيا سفر اليدين ولم يصلي وأراك الله سبحانه وتعالى أيضا الذي ذهب إلى سقر التي لا تبكي ولا تزر والسبب أنه كان ليصلي فلماذا لا تصلي؟ الصلاة لماذا؟ فلماذا لا تصلي أخي الحبيب عليك أن تعود إلى ربك سبحانه وتعالى وأن تبدأ من الآن قم فتوضأ وصلي لله حتى لا تقبض روحك وأنت لا تصلي بين يد الله عز وجل أخي الحبيب اتق الله في نفسك نعم اتق الله في نفسك وكم إلى الصلاة اتق الله فإنك لن تتحمل عذاب النار يوم القيامة عند الله عز وجل أيها الأحباب الكرام تعالوا إلى فضائل الصلاة الصلاة لها فضائل كبيرة جدا من أهم شيء أولا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لذلك لما بيصليش تلاقيه يقع في الفحشة يقع في المنكر ويعاذ بالله لذلك قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يبقى الصلاة تنهى عن الفحشاء عن الغيبة وعن النميمة وعن قصف المحصنات وعن الكذب وعن الشتم وعن السب وعن اللعن عن كل ذلك الصلاة تنهى فالصلاة تهزيب وتربية وسلوك أيها الأحباب الكرام لذلك أيها الأحباب الكرام الله أمرنا أن نصلي حتى نبتعد كل البعد عن الفحشاء وعن المنكر عن المنكر الذي أنكره الله سبحانه وتعالى عن الزنا وعن كل كبير وعن الربى وعن محرم الله سبحانه وتعالى يبقى الصلاة ربنا فرض علينا ليه أيها الأحباب الكرام لتنهى عن الفحشاء والمنكر لذلك تجد اللي بيصلي دايما بعيد كل البعد عن الفحشاء وعن المنكر بفضل من الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام أحيانا الإنسان يسأل نفسه لماذا كثرت الفحشاء لماذا كثر المنكر في زماننا وفي وقتنا لأنك إن ذهبت إلى المساجد وجدت كل مؤمنة صادقة مخلصة لله عز وجل هي التي تصلي والكثرة الكثيرة هي التي لا تصلي والعياذ بالله لذلك كثر الفحشاء وكثر المنكر في مجتمعاتنا وفي هذا المجتمع ما الذي جعل تلك الفتاة تخرج متبرجة أنها لا تصلي لو كانت تصلي لعلمت أن الله قد فرض علي من فوق سبع سماوات الحجاب وستلبس الحجاب لو كانت تصلي أيها الأحباب الكرام من أجل ذلك المرأة التي تصلي تغطي نفسها تتحجب ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كذلك من فضائل الصلاة أنها تغسلك من الزنوب وأنها من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل من أفضل الأعمال التي تتقرب بها إلى الله عز وجل هي الصلاة أيها الأحباب الكرام من حديث عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها إبا أفضل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل أفضل عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة يبقى الصلاة من أفضل الأعمال التي تقربك بين ياد الله عز وجل كذلك الصلاة تغسلك من الزنوب هو ربنا مش فرد صلاة كده لا ده عشان تغسلك من الزنوب الإنسان أحيانا بالليل بيأس ربنا سبحانه وتعالى يوم تيجي صلاة الفجر تغسلك زنوب بتاعتين من أول الليل لحد الفجر طيب عملت زنوب من بعد صلاة الصبح لحد الظهر الصلاة تغسلك الزنوب التي ما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر كذلك من بعد صلاة الظهر إلى العصر عملت زنوب ومعاصي الصلاة بتغسلك من هذه الزنوب ما بين صلاة العصر إلى صلاة الظهر كذلك عملت معاصي والعياذ بالله ما بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة المغرب قوم الصلاة اللي انت بتصليها تقوم تصلي كده المغرب تغسلك ما بين صلاة المغرب الى العصر ايها الاحباب الكرام وهكذا الصلاوات كلها تغسلك من الذنوب والخطايا يقول صلى الله عليه وسلم لو ان بباب احدكم نهره يختسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى على جسده من درنيشه هيبقى في وساخ على جسمه كل يوم بيختسل خمس مرات مستحيل كذلك الصلاوات الخمس يكفر الله بهن الخطايا فعشان كده الشيطان مش عاوزك تصلي عشان تذنك عندك ذنوب اللي بيخسلها لك ايه الصلاة كذلك الصلاة مكفرة للمعاصي وللذنوب الصلاة مكفرة للذنوب والمعاصي ايها الاحباب الكرام يقول صلى الله عليه وسلم الصلاوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اكتنبت الكبائر نعم فالصلاة تكفير للذنوب ايضا يبقى بتخسلك من الذنوب وتكفر لك الذنوب كذلك الصلاة نور نور لصاحبها في الدنيا وفي الاخرة يوم القيامة ايها الاحباب الكرام مش هيبقى في شمس بعد الذهاب الناس الى باع عرصات القيامة يوم تبدلوا الارض غير الارض والسماوات ما فيش شمس ما فيش نور ما لناس هتشوف ازاي هتشوف نتيجة النور نور الوضوء والصلاة اللي هم خارجين من وجه الانسان ومن يديه ومن رجليه ومن ساقيه ومن كعبيه ايها الاحباب الكرام يقول تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما سؤل عن الصلاة قال صلى الله عليه وسلم تاتي لصاحبها يوم القيامة نور نور برهانا ونورا ونورا ايها الاحباب الكرام ومن لم تكن ومن لم يصلي لله عز جل لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة عشان كده لابي حافظ عليها بيكون له برهانا ونورا ونجاة له يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة ويقول صلى الله عليه وسلم الصلاة نور فالصلاة هتنولك القبر ظلمة اما تيجي تخش في القبر مباشرة انتهت الصلاة فتضيء لك اركان القبر فتجد النور والضياء من ايه من الصلاة اللي انت بتصليها طب انت ما صلتش طب منين هيجي لك النور خلي بالك اتقل لها في نفسك عشان كده هتخلى عنك اولادك تخلى عنك الكبير والصغير هتخلى عنك كل شيء لن يبقى معك الا عملك ومن اعظم هذه الاعمال الصلاة عشان كده الصلاة نور هتبقى نور لك يوم القيامة عند الله وفي قبرك باذن الله سبحانه وتعالى كذلك من فضائل الصلاة ايضا ايها الاحباب الكرام انها سبب في دخول الجنة ولذلك من حديث ثوبان رضي الله عنه وارضاه لما سئل عن الصلاة صلى الله عليه وسلم قال ما من سجدة تسجدها لله عز وجل الا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة فالصلاة ترفعك الدرجات ومن هنا من فضائل الصلاة ان الصلاة ترفعك الدرجات يبقى السجدة اللي انت بتسجدها على الارض ربنا بيرفعك درجة في الجنة ويزن من عليك السياد بفضل من الله سبحانه وتعالى كذلك من فضائل الصلاة ان الصلاة ستكون لك يوم القيامة علامة من اهم علامات محبة الله ومحبة رسوله يبقى عاوز تخش الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم عليك بالصلاة فالصلاة من فضائلها تدخلك الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ربيع بن كعب الاسلامي رضي الله عنه وارضاه قال له النبي ذات يوم سل يعني سلني حاجة اطلبها لك من ربنا سبحانه وتعالى قال يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك قال لا بل هو ذاك يا رسول الله فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود أعني على نفسك بكثرة السجود عشان كده اللي بيصلي هيتحشر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهيخش معه الجنة أيها الأحباب الكرام الصلاة لماذا هكذا عشنا مع حضراتكم في هذه الحلقة عن الصلاة لماذا أيها الأحباب الكرام عرفنا ليه ربنا خلائنا في الدنيا سبحانه وتعالى وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون عرفنا إلا هيتأول ما هتحسب عليه يوم القيامة الصلاة وعرفنا الناس اللي دخلوا في سقر والعياذ بالله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وهكذا أيها الأحباب الكرام وعرفنا وعلمنا فضائل الصلاة لله سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أيها الأحباب الكرام الصلاة لماذا إن داع فأمن خلفي بكلوب خاشعة اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة اللهم اجعلنا من المحافظين على الصلاة اللهم اهد الأمة الإسلامية في بقاع الأرض إلى الصلاة اللهم اهد الأمة الإسلامية في بقاع الأرض إلى الصلاة واجعلهم لا يقطعون الصلاة اللهم اجعلهم يصلون صلتهم بالصلاة وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم لا تصلت علينا باذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واخفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر